قصة شيكبالا في حاجة يعني عشان برضا بقفلتنا احنا دايما لازم نشوف اهتمامات الناس اهتمامات الناس كل الناس لوقتي عايزة تعرف موضوع شيكبالا ممكن احمد يعني عليه ضغط شوية كعضو مجلس ادارة وناس كتير بتكلموا في موضوع شيكبالا لكن احنا زي ما قلتلكم مواقف شيكبالا هو اللي بيخلي الاعلام تتكلم عنه عدم التزام والحاجات دي كلها الراجل ماشي هنقول كل شوية هنغمض عينينا كيانا ونقول ايه معلش اصلا ما كانش ياخد بقى مش ياخد بقى معلش اصلاه غلط اصلاه معلش اصلا الناس اللي حواليه مش عارف ايه شيكبالا وصل لمرحلة بقى عنده 29 سنة لازم يكون هو مسؤول من الافعال اللي هو بيعملها ويعرف ويتوقع رد الفعل موضوع زي المؤتمر انا مش هتكلم تاني عشان ما حانش يقولك ده كريم بيهاجم وبيعمل انا ما بيهاجمش عايزين شيكبالا يكون موجود لكن هو لازم بقى خلاص يظبط نفسه لازم يظبط نفسه ولازم الراجل يبقى عارف تصرفاته ردف عليها ايه هو برضو خلي بالكو النجومية دي او اللعيب الكبير اللي بيكمل في الكورة يعني بنشوف لعيبة بتكمل لغاية 38 و39 ودلوقتي عندنا حزام الحضري 43 سنة لازم النجم ده مش نجم في الكورة بس موهوب كده وحريفه كده لا هو عندنا لعيبة موهوبة كتيرة جدا 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 بطالة بدري اللي مثلا يعني ما زعلوش مني شاري مخدرات اللي صهر وماش مركز في التدريبات اللي اتغر ومقى فيه حاجات مش مظبوطة في حياته فماكملشه كانوا من احسن احسن من اللعيبة بتلعب دلوقتي بمراحل لكن الموهبة او النجم ده بقول عليه نجم اللي لازم يكون مكتمل في كل حاجة في الملعب يكون لعيب كويس يكون ملتزم في تدريباته يكون عارف تصريحاته بيقول ايه او بتعني ايه لازم يكون عارف ان هو نجم والمجتمع كله بيرقبه ويشوف تصرفاته عاملة زي انا انا كريم حسن شعاته قبل ما تشهر واخش في الاعلام وكده كده 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 كدت مجرد لعيب كرة عادي يعني مش لعيب سوبر ولا عاجلة لعيب كرة عادي لعيب تفقندية معظمها قسم تاني او نادي المقاونين دوري ممتاز مزارع دينة بيتروجيت ما كانش في فقر ايه معايا قوي الناس تقول عليا ايه مجرد انا بس بخاف علشان سمعت والدي ان انا كريم ابن حسن شعاته لكن لالوقتي بقيت معروف والناس بتشوفني في البرنامج والناس بتعرفاني في الشارع وكذا ببقى خايف على تصرفاتي عشان لوقتي مفروض يعني راجل بطلع وبقول كلام فالناس مسلا انتصغ فيها او ما تصغش فيها لازم على قد المسئولية فالنجم بتاع كرة او بتاع اي حاجة في المجتمع فاي مجال لازم يكون عارف هو تصرفاته عاملة ازاي ومش بقولي الكلام ده جماعة عشان انتقد انا بقولي ان الشيكابالة وصل لمرحلة وعنده 29 سنة وعنده 3 تجارب خلال التلات سنين اللي فاتوا فشلة مع الزمالك وحصل مشكلة مع الوصل الاماراتي في الدول العربية وحصل مشكلة مع السبورتينج لشبونة في اوروبا وكل دي اندية محترفة يعني الوصل ده نادي محترف ونادي كبير جدا في الامارات دلوقتي سبورتينج لشبونة فيبقى المشكلة عند الشيكابالة مش عند الزمالك ولا عند سبورتينج لشبونة ولا عند الوصل فيشوف ايه هو اللي مش مزبطه ويحاول يزبطه ان العمر بيجري ولازم لازم يعني طبعا يعني ايه حنقول ان الشيكابالة من صغره كان محتاج لتقويم ومش عارف لكن لازم هو بقى يقف وقفة مع نفسه لما كون انا عامل مؤتمر صحفي ومؤتمر ده معمول عشاني عشان انا حرجع مصر حرجع نادي الزمالك هيشتريني تاني من سبورتينج لشبونة خلي بالكم الزمالك باع شيكابالة لسبورتينج لشبونة ب dead-250ألف دولار الزمالك مرجع شيكابالة من سبورتينج لشبونة بـ 650ألف دولار يعني الزمالك عامل الموقف ده زي ما قال احمد مرتضاء وقبل كده hole استاذ المرتضاء منصور عشان يساعده شيكابالة يعني عامل كده عشان يساعد شيكابالة زمالك دلوقتي حاليا ككورة مش محتاج شيكابالة عنده لعبة في الحتة دي كتير جداً وأفضل من شيكابالا إن شيكابالا بقاله سنتين تلاتها بيلعبش يقول له عنده مصطفى فتحي عنده أمحمد إبراهيم عنده كهرباء عنده أحمد حمودي عنده أحمد حسن ميكي عنده لعبة كتير جداً لكن شيكابالا بقى لازم يعني يوقف بقى وقفة مع نفسه كده زي ما طلعت اتفرقت عليه مع كابتنخاد الغندور وبيتكلم بكل هدوء وبيحب النادي الزمالك وبيحب جمهور نادي الزمالك لازم يشتغل على كده بالفعل مش بالكلام بس يعني شيكابالا بيتكلم كويس لكن الفعل فين الفعل اللي أنا أكون ملتزم اللي أنا أقدر حتى الناس اللي هي جابتني من البرتغال الناس زمالك جايبينه من البرتغال ونادي الإسماعيلي ميده ومموت نفسه عشان شيكابالا يرجع تاني للملعب ويلعب مع الإسماعيلي سنة والزمالك ده لازم هو كمان يبقى مقدر القصة دي ميروحش يصهر ومش عارف إيه بعدين يقولك بس أنا ما عرفش لا مهلزم زي ما الناس خايفة هو يخافع عن نفسه وزي ما الناس بتدفع فلوس عشان ترجعه لازم هو كمان يبقى متحمد المبرر بقى إيه أصلي كريم بيهاجمني عشان أنا كنت متخانق مع كابتن حسن شهاتي قبل كده فكريم بيطلع بقى غله والبينتقم مني في الوقت ما فيش الكلام ده أنت اللي بتخلي الناس تتكلم عليك يما الناس هتشيد بيك يما الناس هتنتقدك فلما يكون موقف زي اللي حصل اللي فات ده وفي مؤتمر وانت مش موجود ورئيس الإسماعيلي قاعد ورئيس الزمالك قاعد والمدربين بتوعك قاعدين في الإسماعيلي وفي الزمالك وانت اللي مش موجود وتبقى صهران في حتة هناك في السحل الشمالي وبتهرج لازم حننتقدك مان حندلعك لازم حنتقدك مال حقول إيه حقول أبراف يا شيكابالا اللي انت صهران وصايب المؤتمر الصحفي ما أنا مش عارف هقول إيه طيب يبقى خلاص دلوقتي بقى كريم بيقول كده عشان مش عارف أنا متخاني معاسي طيب بقيت الإعلاميين قالك بقيت الإعلاميين قصو متغزين من شيكابالا عشان شيكابالا طلع مع خادل غندور فكابتن متحد شلبي وكابتن شوبير ومش عارف سيف زاهر فالناس متضايقة فمتحارب شيكابالا عشان طلع مع خادل غندور بالعكس بالعكس يعني يطلع مع كابتن خادل غندور دي حاجة ويس كابتن خالد ده رجل إيه ابن نادي الزمالك وكابتن نادي الزمالك مش عيب هنا بنعمل انفراضات الحياة بتعمل انفراضات كابتن شوبير وكابتن متحد بيعملوا انفراضات إيه المشكلة يعني مش ده السبب لكن بنسيب أصل الموضوع ونتكلم في الفراعيات نقول لك إيه أصل آه دول بينتقدوا شيكابالا عشان فيه آه كريم فيه غرض شخصي عشان هو تخانق مع حسن شعاته بلكده آه أصله آه شوبير ومتحد شلبي ومش عارف سيف زهر آآ آآ متدايقين عشان خادل غندور عمل طب المشكلة إيه الأساسي انت سبت المشكلة ان الشيكابالا مش ملتزم ومسكتف طب ما تعقوم الشيكابالا نفسه كابتن خادل غندورا عمل حاجة كويسة جدا وحاول يصلح الأمور ما بين نادي الزمالك وما بين آآ شيكابالا وخلى شيكابالا يعمل بيان وراح صور مع شيكابالا لكن شيكابالا نفسه محتاج ان هو يفكر شوي يفكر ازاي ان انا الوقتي اللازم ارجع نفسي انا خلاص 29 سنة بقى لي ثلاث سنين ما بلعبش كور كل ما روح في نادي بيحصل مشكلة المشكلة بقى من ناحية مين النادي ولا شيكابالا اكيد من ناحية شيكابالا انا مفيش ثلاث قندية فحيكون هما اللي غلطوا شيكابالا اللي صح فاتمنى ان الناس ما تقعدش تلعب على عواطف الجماهير وتقعد طول اي كلام وخلاص عشان تبرر لا اتمنى ان شيكابالا نفسه يشتغل على نفسه صح يبقى هو فاهم هو بيقول ايه او بيعمل ايه ما نقعدش يطلع مبررات طول الحياة شيكابالا عيب كبير وزا ما انتو شايفين الجمهور بيعشاقه ونيج مقولنا الكلام ده خمسين مرة خلاص يعني الكلام ده بنكراره كل يوم لكن لغاية امتى لازم بقى شيكابالا يوقف بقى ويوقف مع نفسه حتى بس يعني يطور رقبة الناس اللي جايبينه يطور رقبة المستشار المرتضى منصور يطور رقبة ميدو في النادي الاسماعيلي ان خلي بالكوا شيكابالا عنده حربة في اسماعيلية لازم يروح ويثبت نفسه ويلعب ويكسر الدنيا ويفرق مع النادي الاسماعيلي عشان الناس ترجع تنادي تاني باسمه وتقول شيكابالا فهو شيكابالا اللي محتاج مايقعدش يطلع مبررات ويقعد يقول اصلي مش عارف ده بيكرهني عشان ايه وده بيعمل لي عشان ايه لا صلح من نفسك الاول وشوف انت افعالك ايه والتزاماتك ايه للمجتمع ونفسك وبعدين ابدأ طلع مبررات زهقنا من قصة المبررات طيب عشان ما طولش في القصة دي لكنها بصراح استفزني قوي الكلام اللي انا سمعت ده بيقول كده عشان مش عارف مين وده بيقول كده عشان متغاز وده بيقول كده عشان ابوه انا خانقت معه فاستفزيت طيب شوف انت الاول عشان احنا ما نتكلمش ومتديناش فرصة نتكلم انت انت صلح من نفسك بس ده اللي انا عايز اقول طيب نروح ايه تاني نقول اه محمد كوفي لاعب نادي الزمالك ولاعب منتخب بوركي نفسه طبعا خسروا